أكد الرئيس التركي أن أنقرة والقاهرة لديهما بع كبير في قضايا إحلال السلام أشار الرئيس التركي إلى الاتفاق مع الرئيس السيسي على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضية غزة إن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخاصة قضية غزة ومن الطبيعي أن يكون الوضع الأخير في فلسطين في قلب مناقشاتنا لدى تركيا ومصر موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرا وتحقيق وقف الطاق النار الدائم في أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لا يزال يمثل أولوياتنا 32% من إجمال المساعدات المقدمة لغزة حتى الآن جاءت من تركيا أود أن أشكر السلطات المصرية وخاصة جمعية الهلال الأحمر المصرية على تعاونها مع الهلال الأحمر التركي ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفات في تركيا في تقديم هذه المساعدات وتضيف إسرائيل إلى جرائمها جريمة جديدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقها ترجمة نانسي قنقر